اصيب 509 اشخاص بجروح بينهم 188 اصاباتهم خطرة في انفجار وقع السبت في مدينة ملاهن كرب العاصمة التايوانية تايبي اثر اشتعال النار في مصحوق ملون كان يرش على جموع الزوار وفق اخر حصيلة للسلطات الاحد وقال متحدث باسم فرق الاطفاء في نيو تايبي ان الانفجار والحريق نتجا عن رش مسحوق ربما يكون اشتعل بسبب الحرارة المنبعثة من الانوار الكاشفة الموضوعة على المسرح ووقع الانفجار فيما كان الف شخص مجتمعين في مدينة الملاهي عند مدخل العاصمة واصيب بعض الضحايا بحروق على اكثر من 40% من اجسادهم واعرب رئيس بلدية نيو تايبي ايريك تشو عن اسفه للحادث وامر بالاغلاق الفوري لمدينة الملاهي وفتح تحقيق معمّر اشتركوا في القناة